اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 943 اصابة كورونا جديدة خلال الساعات الاربعة والعشرين الاخيرة هي اعلى حصيلة يومية منذ مطلع شهر تشرين الاول السابق في الوقت الذي تتراجع فيه عدد الاصابات الخطيرة التي تتلقى العلاج في المستشفيات ووفق معطيات الوزارة فقد وصل عدد الاصابات النشطة الى 8479 فيما بلغ اجمال عدد وفيات كورونا 2811 حالة وفاة هذا وحذرت الهيئة العربية للطوارئ من ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في المجتمع العربي حيث بلغ عدد الاصابات النشطة 3143 اصابة